إن الحمد للنحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يهديه فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حقا تقاطوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدهدي محمد صلى الله عليه وسلم وصر الأمور محدثاتها وكل محدثات بداعة كل بداعة ضلالة كل ضلالة في النار أستكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة وهكذا صبحكم ساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلة على طريق هذه السعادة دليلة وذلك العلم النافع والعمل الصالح الذان لا سعادة العبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما فمن مرزقهما فقد فاز ومن حرماهما فالخير كله حرما وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم وبهما يتميز البر من الفاجر والتقيه من الغوي والظالم من المظلوم ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعه على أحكام أفعال العبيد ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من الأدلة القاطعة على عسمته وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم ومن هنا لابد أن ندرك أن نستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوا وكيف مات في قبل لابد من مسالك معينة يسلكها المشتهد وخواعد يسترشد بها وضوابط يلتزم مقتضاها وبهذا يكون اكتهاده مقبولا ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنة ميصورة والعلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال ويرسم وناهج الاستنباط ويستخرج القواعة المعينة على ذلك والتي يلتزم بها المشتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التبصيلية وعلم أصوذ الفقه ولهذا كان هذا العلم كما قال العلامة ابن خلدون من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائلة كما قال العلامة ابن خلدون في مقدمته ونحن إخواني الكرام مع الورقات في أصول الفقه الإمام الجويني الجويني رحمه الله وما زلنا مع باب الأمر كما يقول الماتن رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الند أو الإباحة فيحمل عليه يعني يحمل على الند أو الإباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار وكنا توقفنا عند تلك الكلمات للإمام الجويني رحمه الله إلا ما دل الدليل على قصد التكرار إلا ما دل الدليل على قصد التكرار إيه المقصود بهذا الكلام يا إخواني الكرام إلا ما دل الدليل على قصد التكرار إلا ما دل الدليل على قصد التكرار إلا ما دل الدليل على قصد أي إيه المقصود بهذا الكلام أي إذا جاء الدليل أي إذا جاء الدليل إذا جاء دليل من خارج صيغة إفعل على أن الشرع يريد بها التكرار على أن الشرع يريد بها التكرار إخواني الكرام على أن الشرع يفيد بها التكرار ففي هذه الحالة ففي هذه الحالة إخواني الكرام ففي هذه الحالة نقول به يعني نقول بالتكرار للقرينة نقول بالتكرار للقرينة نقول بالتكرار للقرينة الخاصة التي ارتبطت به والأوامر في الشرع يا إخوان إخواني واضح والأوامر في نصوص الشرعي تريد يعني واضح والأوامر في نصوص الشرعي تريد في ذلك على أشكال عدة واضح فهناك واضح إخواني فهناك أوامر فهناك أوامر استقرت من حيث العدد بما يفيد المرة مرة الواحدة يعني بما يفيد المرة كالحج قال تعالى ولله على الناس حج البيت يبقى في أوامر استقرت على من حيث العدد إنه مرة واحدة زي الحج وهناك أوامر علقها الشارع وهناك أوامر علقها الشارع إما على صفة هذا واحد وزانية وزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فكلما زن البكر جلد مئة جلدة طالما في الصفة اللي هي الزنا وإما على شرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا كلما كنتم جنوب حد الطهر فتقرر الحكم بتكرار الصفة أو الشرط وضع إخواني وهناك أوامر يعني وهناك أوامر فيها إيه وهناك أوامر فيها تداخل يعني فيها إيه تداخل يا إخواني وهناك أوامر فيها إيه وهناك أوامر فيها إيه إيه تداخل وهي محل اجتهاد ونظر مثال قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام كل غلام رهين بعقيقته فمن ولد له ولدا فعليه أربعة شيئة فإن قوله كل غلام يشير التكرار مع كل غلام مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط هذا حديث خلال بقرية ومسلم حديث سيدنا أبي هريرة فهل إذا صلى على جنازتين معا له قيراتان هذا التدخل مشكل لا يوجد فيه في النصوص ما يسعف إلا الفهم والإيه والاستنباط إذا الفهم والإيه مسألة اجتهادية واضح ثم نعود إلى كلام الإمام الماتن يقول و ولا يقتضل التكرار الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتض الفور مسألة ثانية يبقى خلمته والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يعني وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباح فيحمل عليه دي المسألة أونية مسألة الثانية يا إخواني ولا يقتض التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار المسألة الثالثة يا إخواني ولا يقتض الفور ولا يقتض الفور لأن الغرب منه إجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني ويقول الراجح في هذه المسألة أيها الإخوة الكرام الراجح في هذه المسألة أن صيغة افعل تقتض الفور هو أن لا تقتض الفور خلافا لما قاله المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه والمالكية وبعض الحنفية وبعض الشفعية والأدلة على ذلك كثير يعني الإمام الجويني قال يا إخواني إنها لا تقتض الفور وكلام بقى الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد وأصحابه والمالكية وبعض الحنفية وبعض الشفعية والأدلة على ذلك كثير أن صيغة افعل تقتض الفور واضح والأدلة على ذلك كثير منها أولا يا إخواني منها أولا واضح عموم المسارعة والخيرات كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة وقوله فاستبقوا الخيرات والمسارعة تقتض إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة ثانيا لو أن سيدا قال لعبده سقني ماء فجاءه بالماء بعد أسبوع هل أدى ما عليه الجواب لا ولو عاقبه سيده لا يلام لأنه يفهم من صغة افعل الأمر على الفور وليس الأمر على التراخ ولو كان الأمر على التراخ لكان له حد وغاية وهذا غير موجود في نصوص الشرع ولا نعلم نصا يحددها والقول بالتراخ من مدعاة القول بالتكليف بالمجهول وهذا لا يصح عند المحققين من علماء الأصول ثالثا ما يدل على الفور قول الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فلو كان الأمر على التراخ فلو كان الأمر على التراخ لقال اسجد فيما بعد ولكنه عوقب بمجرد الامتناع رابعا إخواني الإنسان طويل الأمل والتسويف عنده كثير فلو كانت الأوامر كلها على التراخ لكان هذا من مدعاة عدم الاستجابة والشارع لا يفتح للمكلف أبوابا يستطيع من خلالها أن يعمل بهواه ويتكاسل عن طاعة مولاه فيترك فعل المأمورات فهنا يعني ملحظ مهمة جدا هل هناك فائدة بمعرفة هذه المسألة أن الأمر يعني على التراخ أو مش على التراخ إخواني الكرام يعني على الفور أو على التراخ الجواب نعم ويتضح ذلك بالتمثيل ويتضح ذلك إخواني الكرام ويتضح ذلك بالإيه ويتضح ذلك بالتمثيل ويتضح ذلك بالتمثيل فمثلا جاء رجل عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وضح إخواني بلغ النصاب وحال عليه الحول وحال عليه الحول فيجب عليه أن يدفع الزكاة لمستحقية فلو أخرجها على سبيل التراخ على القول بأن الأمر يقتضي الفور يأثم وعلى قول أن الأمر لا يقتضي الفور لا يأثم واضح وكذا لو أن رجلا ندر طاعة ومعطل في تأديتها مع استطاعته على تأديتها فإنه يأثم يأثم على القول بالفور ولا يأثم على القول بالإيه ولا يأثم على القول بالتراخ وعليه يخرج وجوب الحج لمن حصل الاستطاعة هل هي على الفور أم على التراخ ووجوب قضاء الحائض الصوم وكذا قضاء من أفطر بعذر في مسائل مسائل عديدة شهيرة يبقى هنا يعرفنا يا إخواني الإمام الجوني قال وليقتضي الفور لا والرأي على الجمهور أنه يقتضي الفور واضح يقتضي الفور لماذا على كلام الإمام لأن الغرض من إيجاد الفعل يعني واضح ويقول المسألة الرابعة والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليه واضح هنا القوله هو الأمر بإيجاد الفعل الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليه يقول أي أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبوسائله يبقى الأمر بإيجاد الفعل يا إخواني أمر بالفعل وأمر بوسائل الفعل يعني واضح فمثلا صلاة الجماعة واجبة ولا يتحصل هذا الواجب إلا بالسعي والمشي فيكون هذا السعي والمشي واجبا ولذا قال فإن الأصوليين قد وضعوا هذه القاعدة وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إخوان إيه واجب والعلماء يقسمونها إلى أخسام إخواني القسم الأول قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر وهذا النوع لا يوصف بالوجوب ودي بنسميها الأحكام الوضعية وضع الشيء على ما على شيء قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر وهذا النوع لا يوصف بالوجوب الثاني قسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيل أسبابه كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج يبقى قسم من ناحية الأسباب يعني ما لا يتم الواجب تحت قدرة العبد وقسم ليس تحت قدرة العبد الذي تحت قدرة العبد ولكنه غير مطالب به اللي هو النصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج الثالث يا إخواني الكرام الثالث قسم تحت قدرة العبد وهو مأمور به كالتهارة للصلاة والسعي للجمع هذا فالواجب المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب لا تعلق به وجوب وأما الواجب المطلق قد تهارة للصلاة فهذا أمر يتعلق به الوجوب وعليه تطلق القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكما يذكر إخواني الكرام هذا في الواجب فإنه يذكر في المندوب فصلاة القيام في رمضان في جماعة سنة ولا يتحصل هذا المندوب إلا بالسعي فهذا السعي يكون مندوبا فهذا السعي يكون يقول الماتن رحمه الله وإذا خمس فعل يخرج عن العهدة وإذا فعل يخرج عن العهدة أي إذا فعل المكلف الواجب بشروطه الشرعية تبرأ ذمته ويخرج عن عهدة الأمر واضح ويسقط عنه الإثم إخواني الكرام ولو مات المكلف قبل أن يمتثل الأمر لا تبرأ ذمته فلو مات وعليه دين ولم يؤديه يؤخذ من ماله وكذلك لو أن رجلا ناذر أن يصوم يوما ثم مات قبل أن يصوم لا تبرأ ذمته ويصوم عنه وليه فهنا هل من صلة بين إبراء الذمة والثواب الجواب مفصلا عند شيخ الإسلام التامية في مجموعة الفتاوى الجزء 19 وهذا نص كلام الإمام شيخ الإسلام إن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان فالإجزاء براءة الزمة من عهدة الأمر وهي السلامة من ذنب الرب أو عقابه والثواب الجزاء على الطاعة وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به لكن هما مجتمعان في الشر إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقد واضح وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية بما يقابل الثواب كما قيل رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم وقد اجتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه فبرئت الذمة للانتثال ووقع الحرمان للمعصية وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرئ الذمة إلا بفعله كابلا وهذا تحرير جيد إن فعل المأمور به يوجب البراءة واضح فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود إذا قارنه قابل الثواب وإن ناقص المأمور به أثيبة ولم تحصل البراءة تم فإما أن يعاد وإما أن يجبر وإما أن وإما أن أن يأثم إخواني الكرام نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة اللهم قاتل الكفرة الذين صدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحقي اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم كل إخواني وصدع فينا في غزة اللهم سدد رميهم وقوع زائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم اللهم فرش همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم واللهم أبدل خوفهم أمنى ورزقهم الأمنى والأمانة في ديارهم اللهم احقن دماءهم اللهم اجلو اطأتك على اليهود الصعينة المجرمين والصليبين المحاربين شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم اللهم اخرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتك الأعراض فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين أنزل عليهم صاعقة من السماء اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين اللهم احقن دماء إخواننا في السودان اللهم كل إخواننا للمصط ضعفين في السودان اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتخواك يا رب العالمين اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والبلاء وسائر الأمراض يا رب العالمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلة ردا جميلة اللهم ارحم موتنا وموت المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واخضي الدين عن المدينين وفرش كرب المكروبين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجدكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته